أنا الحقيقة مش لقي كلام أقوله يعني كيف ننجح نجاح باهر في تشويه صورة مصر في تشويه الفن في أن نصدر صورة لأنفسنا وللعالم وللمصريين ولغير المصريين أننا نكره الفن وأننا نكره الثقافة وأننا نكره التاريخ والحضارة والتراث إحنا بنكره كل ده إحنا بننفذ أوامر غير مفهومة وندخل بالبولدوزرات زي ما هدمنا المقابر التراثية الجميلة الرائعة في أماكن كثيرة زي ما دخلنا نهدم أعمال فنية مصرية وأجنبية بلا مبرر طب قولوا للناس فيشيلوا على أقل شغل الناس الأجانب عشان ما نتفضحش بره يعني خلي الموضوع ده بيننا وبين بعض لكن كمان فضيحها بره أنتوا هتشوفوها دي في السوق مش بس في السوشيل ميديا في كل التقارير الأجنبية إحنا بنرشح مدير لليونسكو ونحن نكره التراث ونكره التاريخ ونكره مصر القديمة وعايزينها كلها تتحول لشوارع وأسفلته كباري إيه المشاعر اللي بيننا وبين الفن بين هؤلاء الموظفين واللي فوقهم واللي فوقهم وبين الفن إيه الفكرة إيه اللي انت هتعمله مشارع يتعمل والكبر يتعمل وتسفلت وتزبط ليه إيه هذه الكراهية لكل ما هو قديم لكل ما هو فني لكل ما هو تراثي أنا الحقيقة بنشوفها في كل حاجة بنشوفها في حاجات كتيرة جدا وقلناها كذا مرة وتخيلنا إنه في بعض التغير في الماينست وفي التفكير تخيلنا بعض التغير لكن يبدو إنه التغير لم يحدث ويبدو إنه لسه هتفضل البلدزرات دي والجرفات تكتث أصل هذا البلد الفخار ده من تراث هذا البلد الفن التشكيلي والنحت ده من فن هذا البلد فنانين هذا البلد ليه نحبطهم؟ يعني إيه الفكرة أن أنا أحبط هؤلاء الفنانين؟ يعني ما فيش أي تفسير منطقي أو علمي لهذا الأمر لا لهدم المقابر الحقيقة ولا لهدم ضرب 17-18 أتمنى أنه يخرج علينا مسؤول يقدم لنا تفسير ويقول لنا بقى بعد هذه الجريمة والهدم البشع للفن المصري والأجنبي والكل شيء هيعملوا إيه؟ ما هي الخطوة التالية؟ هنعوض الناس دي إزاي؟ وحننقل هذا المكان إزاي؟ هننقله فين ونعمله إيه؟ أحياناً ما بتقدرش تنقل حد من مكانه من جدره من أرضه من مكان مكان نشئته وده مكان موجود من 1930 متخصص 2002 لما تنقله من مكانه طعمه بيروح رحته بتروح شكله بيروح زي القاهرة القديمة كده مش هتقدر تعملها أي حاجة تعنيها مش هتقدر تعملها براج هي قاهرة لازم تفضل قديمة كده برحتها بشكلها القديم هو ده إحنا كمصريين شكراً للمشاهدة